أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عواطف عثمان النور عن إنشاء ثلاث نيابات متخصصة لتنفيذ أوامر الطوارئ الصحية المتعلقة بكسر حظر التجوال المفروض للحد من انتشار جائحة كورونا وعقدت اللجنة اجتماعا طارئا بحضور مدير شرطة المحلية العميد إبراهيم بشارة وأعضاء اللجنة وجهت بحضر جميع التجمعات خلال شهر الرمضان ومنع الافطارات الجماعية وإقاف صلاة التراويح وصلاة الجماعة والجمعة وتعميم منشور بذلك لأئمة المساجد وفقا للقرارات الواردة من اللجنة العليا للطوارئ الصحية وطالبت جميع جهات الاختصاص من القوات النظامية والقانونية والعدلية بالتجديد في ضبط المتفلتين والممانعين لقرارات حضر التجوال وتقديمهم لمحاكمات فورية حسب أوامر الطوارئ السارية شكرا